فيما أصدر أهالي منطقة تشخرة بيانا نأكد فيه تفويضهم للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لتولي زمام الأمور في البلاد لمدة أربع سنوات للخروج بها لبر الأمان وتحقيق الاستقرار داخلها نؤكد نحن أهالي منطقة تشخرة عن دعمنا الكامل وتأييدنا بتفويض المشير خليفة بالقاسم حفتر برئاسة البلاد لمدة أربع سنوات حيث نتطلع إلى قيام الدولة الليبية وسيادة القانون وإنقاذ الليبيين من هذا الوضع المهين كفانا نهب ثرواتنا كفانا حياة الذل والهوان نريد بناء مؤسسات الدولة وحماية الحدود